ما نيجي نتكلم بقى عن نصف نهائي البطولة اللي هي البطولة الاقوى في افريقيا بطولة افريقيا ليه الاندية ابطال الدوري حتلاقي النادي الاهلي كمان فيها بيتصدر الارقام القياسية ليه؟ لان الاهلي كبير افريقيا وكبير الكرة المصرية الاهلي اكتر الاندية اللي وصلت لنصف نهائي دوري الابطال 18 مرة منهم النسخة الحالية زي ما قلنا لحضراتكم صعد منهم للنهاية 14 مرة لم يحالفوا التوفيق في 3 نسخ منهم اخرهم 2010 قدام التراجي لو فاكرين لو رجعنا بالزمن كده شوية حدث بقى ولا حرج التحكيم لعب دور كبير جدا 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 لما المهاجم النايجيري لو تفتكروا مايكل انرامو لعب التراجي في التوقيت دوت جاب الجول بايده قدام الجميع ولكن للأسف احتسابها الحكم الموقوف مدى الحياة الغاني جوزيف لمدي وسط دهشة الجميع بما فيهم لعبي وجماهير التراجي ليخرج الاهلي من البطولة بفعل فعله هو الحكم لكن الاهلي اللي عايز اقوله الاهلي لما بيوصل للدور ده بيكون مركز بيكون مركز في ايه هو عينه على البطولة بس هو بياخدها خطوة خطوة عينه على البطولة ولكن بياخدها خطوة بخطوة ممكن ممكن في بعض الأوقات تلاقينا البداية مش كويسة يعني زي مثلا الفترة الأخيرة الدورتين اللي فاتوا احنا واخدين تاني في مجموعتنا ودخلنا في المجموعة بتاعتنا في المركز التاني ولكن الأول والتاني بيدخلوا زي حضرتكم عارفين دور المجموعات فبنبص بعد كده بعد دور المجموعات احنا عندنا مين فبناخدها خطوة خطوة زي ما حصل في ماتش الرجاء في ماتش الرجاء خليني برضو نتكلم معاكم بهدوء شوي مش عايز ازعق مش عايز امفعل مش عايز اتحاصر خلينينا نتكلم بهدوء شوي ما كناش ماشيين كويس قبل ماتش الرجاء لو تفتكروا حضراتكم خسرنا من النادي المصري عندنا في الدور المحلي لما جي ماتش الرجاء الناس كلها زي محالة القلق والقلق ده على فكرة ظاهرة صحية زي محالة القلق اللي متواجدة ما بين بعض الجماهير واليومين دول اصلحنا حالتنا مش كويسة اصلحنا نفس الكلام حصل ساعة ماتش الرجاء ولكن ايه اللي حصل ساعة ماتش الرجاء لو تفتكروا حضراتكم احنا كسبنا هنا اتنين واحد والكل ما كانش راضي عن النتيجة ولا الاداء والكل بعد ماتش المصري قالك لا خلاص احنا طالعين بنسبة كبيرة الرجاء صعب جدا على ملعابه الرجاء جاي بجول فينا هنا الجول ده حيفرق معه هناك ولكن وبعد تلات دا حتى سيناريو الماتش كان صعب شوية طبعا الجمهور طبعا بعد اربع دايق داخل فيك جون ولكن رجال الاهلي في المعاد زي ما عودونا دايما في المعاد هكلم معاكم بقى عن طريق حضراتكم انتو عفظينه طريق النادي الاهلي لكن بذكركم بحاجة بسيطة جدا انكم جماهير اعظم نادي في الكون وسيد الاندية الافريقية والمصرية ما احترامي للجميع ومنفسياته دايما عالمية وبمنسبة العالمية كمان هتلاقي دايما المتابعين لكرة القدم بيتابعوا من سعود ريال مدريد لنهاي دوري ابتال اوروبا وعنده الفرصة انه هو يتوق بلقب قاري جديد عندما يواجه ليفاربول ان شاء الله يوم 28 مايو الجاري متابعة للمنافس الاخر الاكثر تطويجا على مستوى العالم من اللي بينافس ريال مدريد؟ النادي الاهلي انا ما بقولش من دماغي اي حاجة عشان انا بنتمي للنادي الاهلي لا انا بتكلم بارقام مين بينافس ريال مدريد على الالقاب العالمية؟ النادي الاهلي الناديكو العظيم اللي ان شاء الله هيواصل انجازاته وباذن الله باذن الله يحصد اللقب رقم 11 في بطولة افريقيا لمواصلة مطاردة ريال مدريد واستعادة لقب الاكثر تطويجا واخد بالك بقوله استعادة لقب الاكثر تطويجا على مستوى العالم يعني المنافسة تعدت الكرة المصرية وكمان الافريقية ان شاء الله احنا بنتكلم على حاجة كبيرة جدا على مستوى عالمي